كما جدد وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الدفاع والخارجية الأيرلندي التأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض عمليات تهجير على حساب القضية نفسها أو على حساب دول الجوار وشدد شكري على بدل الجهود من أجل إفاء احتياجات أهالي قطاع غزة من المواد الغدائية مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة لإدخال المساعدات والشاحنات تقف أمام المعبر في انتظار الدخول مطالباً المجتمع الدولي بتسهيل دخول المساعدات رفض مصر الكامل لأي نوع من التصفية سواء على حساب القضية الفلسطينية أو على حساب دول الجوار مرفوض تماماً نحن نقوم بكل جهد للوفاء باحتياجات لشقاء الفلسطينيين في غزة لاحتياجات المدنيين من المواد الأساسية معبر رفح مفتوح منذ اندلاع هذه الأزمة وقبله وفي الحقيقة ما يتم من دعوات ومن مظاهرات للمطالبة بفتح المعبر هي في الحقيقة لا أستطيع أن أصفها غير أنها لا تراعي إطلاقاً حقائق الأمور وإنما ربما تهدف إلى أغراض سياسية ليست لها علاقة بالوضع الإنساني في خطاع غزة فالمعبر مفتوح ولكن مدى إمكانية دخول المساعدات هي مرهونة بالاتفاق القائم فيما بين إسرائيل باعتبرها دولة الاحتلال وأجهزة الأمم المتحدة